بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي ومازال جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك يغمرنا يغمرنا وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم واخد بأدينا وبيمشي بينا خطوة خطوة وبيعلمنا أنوار كتيرة بسرته إزاي هذه الأنوار تشرق في حياتنا وتفتح لنا بواب كتيرة من الحلول لمشكلتنا وكمان تخلينا نتطور ونبقى أحسن ونبقى أرقى بنور وبركة وجمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة هنكمل كلامنا عن غزة بدر إن بارح تكلمنا عن الانتصار في رمضان وأخدنا مواقف وكان من أهم المواقف اللي احنا تكلمنا عنها مواقف تتعلق بغزة بدر لكن ما نسناش إن احنا نتكلم على إن رمضان بيحب الانتصارات طول الوقت وطول الوقت كان فيه انتصارات كتيرة بس بعد ما غزة بدر انتهت وحصل كل اللي احنا شفناه من بديع موقف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيقرر المشورة كمان إزاي اتعلمنا الدروس الرائعة من مشورة حضرة النبي النهاردة هيبقى فيه موقف تاني مهم جدا جدا بعد ما انتهت غزة بدر إيه اللي حاصل بقى عندنا حاجة مهمة جدا جدا إني بعد غزة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر سبعين أسيرا وسبعين قتيلا يعني إيه اللي حاصل يعني إن المسلمين أسروا بعض أهل قريش طب وإيه اللي حاصل إيه اللي حاصل اللي أمه دلوقتي عندنا أسرة فالأسرة فيه مؤدة مواقف ناخدها معاه ونزاك براء بن عازب كان من الأسرة وقال إن كان فيه أحكام وفيه قواعد زي إن الفداء أو ما يعرف الآن عملية تبادل الإيه تبادل الأسرة وإنه يفتدي بنفسه أو بالمال يبقى إيه اللي حاصل والإمام الحاكم بيروي حاجة مهمة جدا جدا من حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة وده رقم مش كبير بالمناسبة أربعمائة يعني أربعمائة درهم وده مش كبير بالمناسبة واللي معه فلوس كان بيفتدي نفسه وكان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يجعله فداء فيه وجعل اللي معهوش فلوس اللي معهوش فلوس إنه يفدي نفسه جعل حاجة تانية خالص إيه هي؟ إنه يعلم أطفال المسلمين مقابل العطق مقابل إنه هو يفك من الأسر يبقى إيه؟ يبقى كان الأسر اللي بيكتبوا منهم يعلموا أطفال المسلمين الكتابة وكان اللي معهوه مال بيفدي نفسه ويقبل إنه يعلموا عشرة من الغلمان الكتابة ويخلي سبيله فيهوما إذن تعلم زيد بن سابت مين زيد بن سابت ده؟ زيد بن سابت ده أحد كتاب الواحد ولذلك إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هذا التعلم وصل كثير من المعرفة لإني هو ده أحد كتاب المصحف عن سيدنا أبو بكر وجاء في رواية الإمام أحمد عن سيدنا عبد الله بن عباس قال كان الناس من الأسرة يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة قال فجاء غلام يبكي إلى أبيه فقال ما شأنك في أعدين بيعلموا بقى فإلا حصل فقال دربني معلمي قال الخبيث يطلب بهذا يوم بدر يعني وبيأسقر ليوم بدر والله لا تأتيه أبدا فشاهد إن كانت النتيجة إن كان في داء الأسرة إنهم يعلموا ماذا؟ يعلموا المسلمين يعلموا المسلمين وهذا أمر مهم جدا نتعلم إيه من المعنى ده؟ المعنى ده بيعلمنا شوية حاجات مهمة قوي أول حاجة أنا أخد ثلاث مواقف وثلاث أمور الأسير ده كان ممكن يقتل بس العلم أنقذ حياته والأسير ده كان ممكن يصبح عبد بس التعليم خلى حر إيه ده يعني إيه؟ يعني حضرت النبي بيعلمنا حاجة مهمة قوي لأن حضرت النبي كان ممكن يجعلهم يطلق سراحهم بغير مقابل بس أراد حضرت النبي أنه يعلمنا الدرس ده أن التعليم حياة وأن التعليم حرية التعليم حياة يعني إيه؟ التعليم بيفتح أبواب الحياة ولذلك حضرت النبي عمل إيه؟ جعل مقابل مال لا يجد المال وحكى أنه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حاجتين أن الدول والحضارة بتتبني على الموارد فإما يدفع مورد مالي عشان بناء الدولة أو يدفع مورد معرفي وكأن فيه قدمين قدم المورد الاقتصادي وهو المال وقدم المورد المعرفي وكأن الحضارة ما تمشيش غير بدول وكأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فعلمنا أن العلم حياة وأن العلم حرية وأن كمان المجتمعات بتحتاج في بناءها إلى الموارد طيب ونعمل إيه تاني؟ نلاحظ بقى أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل فداءهم في التعليم فداء مشريك القريش في التعليم علموا مين؟ علموا الصغار الأطفال الغلمان ليه؟ علشان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيبني المستقبل بيبني هذا المجتمع الراقي هذا المجتمع القادم هذه الحضارة القادمة فلازم كان يهتم بالتعليم ويهتم بتعليم الأطفال بصفة خاصة وعشان كده إيه اللي حصل؟ المجتمع في المدينة الأطفال فيه نضجوا بسرعة حضرت النبي كان قصد إيه؟ إن الأطفال ينضجوا بسرعة فيبقى إيديهم في إيدي الكبار ويبقى دا تثبيت لمعنى الحضارة في مجتمع المدينة ولذلك هؤلاء الأطفال وأؤلاء الغلمان لما كبروا هم اللي شالوا حضارة المدينة وأسسوا فيها حضارة كبرى ولعل بقى دا تلا يخرج منه سيد عمر بن عبد العزيز ويخرج منه كل الناس اللي كانوا في المدينة وخرجوا بعد هذا الجيل المتعلم يبقى فيه جيل متعلم خرج في المدينة يبقى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا دايما أن العلم هو مفتاح الحضارة وبيعلمنا كمان أن العلم مفتاح الحرية وأهم حاجة بيتحرر فيها الإنسان لما يتعلم بيتحرم من الجهل بيتحرق من أفكار السودة كثير من الناس لما بيتعلموش بيتحولوا إلى قنابل موجودة من مجتمعاتهم لأن الإنسان لما يتعلم روحه تبقى راقية نفسه تبقى عالية قلبه يتطهر من كل الأوهام اللي بتحصل مع الجهل وعشان كده حضرت النبي ما كانتش بس فكرة أن حضرت النبي يعلم الصحابة كان فيه رسالة تانية مهمة ومش منهم أن احنا ننتصر في أرض المعارك الأهم منه أن احنا ننتصر على الجهل ننتصر على ضعف المعرفة كل ما هنقدر نعمل الكلام ده كل ما هنبقى أفضل وأحسن وحياتنا هتبقى أكثر اتصالاً وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما نيجي نشوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إزاي قدر هذا التعليم وإزاي أن التعليم بيعمل تماسك في المجتمع وإزاي أن التعليم ده بيزيل أي حواجز ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاصد لما خلى المسلمين تعلموا من مشريك القريش أن يفضل فيه سلة وهي سلة المعرفة عشان لما يرجعوا لهم ويفتحوا مكة تبقى السلة دي موجودة أصلي دولة اللي كانوا علمونا ولذلك الأوروب تبقى متقربة ولذلك التعليم والمعرفة بتشد روابط المجتمع شوفوا الدور اللي بيقوم بيه الدكتور مجد يعقوب في مجتمعنا والدور اللي قام بيه كل الناس اللي بيحاولوا ينشروا المعرفة وإزاي المبادرات العلمية زي مثلا بنك المعرفة إزاي هيربط الناس ويخلي الناس مجتمعين المعرفة يا سادة لها فعل السحر والعلم له فعل السحر في جمع الناس تعالوا نقول كده تعالوا إذا كنا عايزين نعرف إزاي حدث النبي علمنا المسألة دي فتعالوا نقول إحنا لازم نقول إن أولادنا اللي هيتخرجوا من السنوية العامة لازم يكون لهم نشاط مجتمعي نشاط مجتمعي يعني يعملوا إيه؟ لابد يكون في تكليف أولادنا إن على الأقل كل واحد من اتنين أو تلاتة يمحوا أميتهم لابد إن احنا ننتهي من محو الأمية ويبقى ده جزء من الدرجات اللي تكون لأولادنا في السنوية العامة عشان الأولاد يكبروا وهم ليهم دور في المجتمع ويحسوا وهم داخلين على الجامعة وداخلين على مرحلة جديدة من العلم إن هم المعرفة اللي عندهم دي هيكون لها أثر في بناء هذا المجتمع الأمر التاني والمهم لابد إن احنا نحترم العلم مهما كان انتسابه لإن العلم ده مسألة مهمة جدا في حياتنا ما يجيش حد بأي شكل من الأشكال يشكك في علم حد لأي حاجة تانية العلم يا سادة ركن من أركان الحضارة القادمة ولابد إن احنا ناخد ناخد على نفسنا عهد إن مجتمعنا يكون مشارك في الحضارة القادمة التغيرات اللي حولينا في المجتمع والتغيرات اللي حولينا في العالم كله بتقول إن في حضارة جاية ولازم نقرر إن احنا نشارك في الحضارة الجاية فلازم الأسدزة في الجامعة ياخدوا أولادهم ويعلموهم إن هم لازم يكون لهم دور في الحضارة القادمة وأولادنا لا نقصين معرفة ولا نقصين قدرة إن هم يشاركوا في ده كل واحد مننا يقرر إن كل سنة يطلع تلاتة من أولاده عباقرة يستطيعوا إن هم يضيفوا للحضارة القادمة في مصر والحضارة القادمة في العالم كله إحنا قدرين نعمل ده وإحنا أولادنا وعقورنا قدرة تعمل الكلام ده الحاجة التالتة والمهمة اللي سمحتوا في الأوقات اللي فيها فراغ حاولوا تضيفوا لأولادكم جانب من المعرفة مختلفة عشان تمشوا مع سنة رسول الله سلام ومع سيرة رسول الله فيه دورات بتتعمل في الأوقات وأهم حاجة تعلموا أولادكم إزاي يقدروا يديروا معرفة إحنا محتاجين نعلم أولادنا ونعلم كل واحد فينا إزاي يدير المعرفة بتاعته عشان المعرفة تنتقل من كونها معرفة إلى كونها وعي أهم حاجة عندنا هو إن إحنا نعرف إن إحنا عايزين ننتقل في هذه المرحلة في حياتنا من المعرفة إلى الوعي والوعي هو المعرفة الجاهزة عشان نعيش بيها يا رب دايما نفيد علينا بنورك وبعلم يا رب اجعل تلجليات نورك وعلمك يا رب تجعلنا من أهل الوعي عشان ينضبط منا السعي ونسعى خلف حضرة النبي ونتبعه وهو بيحط لنا ركيزة من ركائز المجتمع وهي العلم يا رب بارك على تطويرنا العلم اللي إحنا بنعيشه ده ويجعله تطوير يجعل حياتنا أحسن ويجعل قلوبنا أنور ويجعل كمان تفكرنا أكثر رشادة يا رب نسألك إن أنت تجعل العلم هو نبراس حياتنا في هذا المجتمع وبابنا للحضارة القادمة اللهم إنا نسألك علما يدوم ونسألك وعيا يأخذ بأيدينا إلى الرشاد يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي عشان نتلقى أسئلتكم ونشارككم فيها الإجابة رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها مشاركتكم ومتفاعلاتكم وتعليقاتكم إننا نحن متمين بها جدا جدا وخاصة في هذا الشهر المبارك ومعانا أول سؤال من الأستاذة مروى من طنطة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد إذن حضرتك يا شيخ أنا منفاصل عن جوزي من أربع شهور تقريبا طلاء وأنا بصراحة يعني برجع نفسي إن أنا بحاول أرجع أرجعي لبعا آه بس يعني أنا خايفة مروضفة لأنه يعتبر كاره الموضوع قوي فأنا مش عارفة أفتح الموضوع يعني هو اللي كاره الرجوع الرجوع ولا مين الرجوع لا بسبب مشاكل حصلت مبينة كتيرة وناس الدخالات كتير فالموضوع بص تماما فأنا يعني حاب أرجع عشان قطر البنات فأنا يعني يعني لا سبب يعني فيه فرق ما بين إن إحنا نرجع فأنا نصحتي إذا كنتوا ترجعوا لازم الرجوع ده تيكون بعد ما نتخلص من السب يعني مش نتخلص نتعامل مع السبب الرئيسي للمشكلة ليه ليه قلت نتعامل ما قلتش نتخلص لأنه فيه فيه أسباب للمشكلات بتاخد وقت عشان نتخلص منها زي ما تكون فيه تراكمات وكانت عدد سنوات الجواز كانت أديه كانت ست سنين ست سنين إذن فيه مساحة للتراكمات إيه السبب الرئيسي إيه السبب لو كان متاح إيه السبب الرئيسي للإطلاق مشاكل العائلة يعني العائلتين تدخل الأهلي يعني تدخل الأهلي هو كان متصنط لأهله قوي طب وقالت قالت تغير أن أنت كنت متجاوزة في بيت عيلة مثلا طب وإيه اللي تغير أنت هترجعي نفس بيت العيلة اللي حتقولي إيه إني أنا قعدت في بيت آهلي ففرغت شوية فإن يا راجعة تاني إيه هو مستحيل إنه يسوى بيت آهلي لا فيش حي يسمعه مستحيل فيش حي يسمعه مستحيل خليه بسي نقول أنا لا ضد السكن في بيت الأهل ولا مع السكن في بيت الأهل أنا مع المواد ده والرحمة لو كان السكن في بيت الأهل ده بيمنع المواد ده والرحمة لا طب خبرتي اللي بتقولي في يعني النسب النسب بترجح عدم السكن في بيت الأهل ليه طيب لإن التدخل بيبقى كتير وكتير من الأحيان بيبقى هم بيشاركوا في البيت واللي بيشارك واللي بيدفع بيبقى ليه كلمة مسموعة لذلك إيه اللي حاصل لأ احنا لازم نتكلم في السبب الرئيسي في ده لازم حد من حكماء يعدوا وتناقشوا ده ليه طيب لإني حتى لو هو بيداعي لما نقدر نغير للسكن ده وهو ده تسبب المشكلة الأساسية لازم نتناقش فيها حتى لو إن احنا ناخد مكان إيجار بس أنا مش شايف إن احنا نرجع بنفس الأسباب لأن هي بتبقى مدة قصيرة جدا جدا وترجع من شكل تاني لكن أنا بحمسك إن انت ترجع لزوجك عشان أولادك وعشان أسرتك ارجعي له آه بس ارجعي له بوعي بعقل ليه؟ لأن في بعض الأحيين التجارب اللي احنا بنعملها بدون حكمة وبدون ذكاء اجتماعي بتوصلنا إلى إن احنا وصلنا إلى النهاية وإن ما فيش حلول وإحنا أصلا لو كنا عملنا خطوة واحدة بس كانت غيرت كل حاجة ولذلك احنا دايما بندعي بنقول اللهم قرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه إن احنا نشوف الحق ونقدر نعمله فلذلك لازم تعودوا وتتكلموا بده وما فيش مانع لو إنكم تشرفونا في مركز الإشاد الزواجي بدر الإفتاء المسالية ونتكلم في القصة دي عشان نشوف إزاي تتحل بشكل يخليكي أنت راضية ويخليكي ما تكتريش الماضي وتوقف الحاضر وكمان المستقبل معانا الأستاذ همام ألو ألو أستاذ همام تفضل إزاي كاشرين نعمة وفضل الحمد لله كنتم حضرك طيب وحضرتك طيب وبصحة وبسلام الله يخليكي كاشرين تفضل يا سيدي سؤالك عندي عندي سؤالين لهم لحضرتك تفضل يا سيدي شخنا بنام بعد بحثات الفجرية أنا عالساعة حسن ستة كده واتحاضر عاصر فالجماعة فيك بيتقولي إن صيامك ده ما ينفع خلينا بس نقول إن صيامك ما ينفع أولاً طبقوا لي السؤال الثاني السؤال الثاني حضرك وإحنا ما عليش يا أستاذ همام ممكن تغير مكانك عشان بس الصوت يبدو الشبكة محتاجة بس غير مكانك سنة بس تفضل يا أستاذ همام سمعتني يا شيخ أنا دلوقتي سامعك قبل كده ما كنت سامعك تفضل السؤال الثاني طيب طيب يا فاند أستاذ همام يبدو إن هو السؤال الثاني إن والده يدده بيتخانق على طوله وهو عايز نتكلم إزاي يحلوا المسألة دي أول حاجة السؤال الأولاني وهو السؤال اللي خاص بمسألة ماذا بمسألة إن هو بيقولوله إن صيامك مش ينفع عشان أنت بتنام لغاية العصر أولا رجاء ممكن نوقف مكينات الفتوى اللي عندنا يكفينا البلاء اللي عند الناس إن هم قاعدين يشويهوا مسائل الناس إزاي بتقوم بخدمتهم في مسألة الفتوى أو مسألة تقديم الخدمة لهذا الدين المبارك كمان إحنا عايزين نزود المسألة فالناس تفتي بعضها فتخلي الراجل اللي هو صايم يفتر عشان هم تبرعوا من نفسهم ونسيوا إن الله سبحانه وتعالى بيقول ولا تقول لما تصفوا لسئنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب عايزين نتقي الله ما نفتريش على ربنا فلو سمحتم ما حد شفت حد إذا ما كانتش من أهل الفتوى إذا كان من أهل الفتوى خلاص إذا ما كانتش من أهل الفتوى خلاص دوت مش عمله ولا مهمته ولا ربنا يحسبه لو إنه ما أفتاش بالحكس يا ربنا يحسبه لو إنه أفت لإن حضرة النبي قال على الذين أفتوا بغير علم قال ببساطة خالص قال إيه قتلوهم قتلهم الله إنما الشفاء العيي السؤال اللي مش عارف يوح يسأل طيب وبالنسبة لحد ذلك صيامك صحيح لكن تضيعك لصلاة الظهر مش صحيح فتتقل الله سبحانه وتعالى حاول تقوم قبل صلاة العصر وتصلي الظهر عشان صلاة الظهر ما تفوتكش لو عملت كده صلاة صيامك صحيح ومعلكش إسم لأن أنت صليت صلاة الظهر أما صيامك فصحيح الصيام هو إمساك عن الطعام والشراب وشاوة الفرق من طروع الشمس من طروع الفجر إلى غروب الشمس بس لو واحد بقى ييجي يقول لحد أنت عشان بتنام كتير صيامك باطل ولا واحد ييجي يقول لواحده عشان أنت مش محاجبة صيامك باطل بلاش الطريقة دي الصيام صحيح والعبادة الأخرى التقصير فيها حرام يبقى التقصير في العبادة الأخرى حرام لكن معادي شي يقول لواحد إيه صيامك من صحيح لا صيامه صحيح ونبطل الحكاية دي إحنا عشان نحفز واحد نقوله أنت عتروح النار ومسألة نواية روح النار دي مش في إدينا إحنا عشان نحفز واحد نقوله نبطل شيء صحيح عشان نعقبه لا ده كل ده مش طريقة لا طريقة مناسبة في التربية ولا طريقة مناسبة كمان في التعامل مع شرع الليها أستاذة فاطمة تتفضل حالو سلام عليكم عليكم سلامكاته أستاذة فاطمة تفضلي السلام عليكم ونحدد الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس أنت طيبة أستاذة فاطمة أتمنى على حدك أن تتوطي تليفزيون شوية وتسمعيني من التليفون ماشا عندي الشيخ أباين تفضلي بس لحد الشيخ أنا عندي سؤالين تفضلي سؤال الأول الجوزي معايا مبلغ أعرضنا نحطه في البنك بس ناس كثيرة بتقولي حوالي الفواية حرام وكده برضو تاني أنا جوزي صعب أنا متجاوز أدير سنتين جوزي صعب جدا تعصب علي بيتخنق في مش جادة أستحمله ناس كلها عارفها وكده بس أنا مش راضي يعني أتيبه أنت ما أنت ما شاء الله كل الناس مش راجع حلي لي أستاذة فاطمة أنت كل الناس اللي بتسأليهم كده لطاف كده يعني أول يعني يقولك يتيجي تحط المال في البنك يقولك لا ده حرام ويه وكمانت يا حسن مشاكل بينك وبين جوزك يقولك سي بي ده إيه الناس اللي طاف دي لا مش بتقول سبي هو عصبي مع الناس كله وعصبي معايا مع أني أنا راضي يعني هو عنده مشاكل أنت زنك كم سنة يا فاطمة فاطمة مش مكتنع بحكاية دي أنا سايباه على ربا سبحانه وتعالي حكاية دي خير طيب بس بدي هو صعب يا أم الشيخ طيب سنك كم سنة يا فاطمة يا فاطمة سنك كم سنة سنك كم سنة وهو سنه كم سنة هو سنه كم سنة هو خمسة وثيران سنة طيب هو المشكلة اللي بينكم واضحة دي مفهومة دي أنه هو دلوقتي بيتعامل معاك معاملة البنت يعني الفارق السن اللي هو العشر سنين اللي بينكم دولة هو بيعمل معاك على معاملة البنت وانت عايز هو يعملك معاملة الحبيبة والشريكة والصديقة فده الفرق في المسألة بينكم وانتو الاتنين فانت لازم تحوضوا مع بعض وتتكلموا في هذه القضية ولازم تتحوروا تحوار عادي تقول له انا في الحقيقة متجاوزاك عشان نبقى يا اصدقاء متجاوزاك عشان نعيش مع بعض مش متجاوزاك عشان انت تتولى امري وتربيتي انا مش جواز الراجل ما بتجاوز الستة عشان نربيها الراجل بتجاوز الستة عشان يعيش معاه انما فكرة ان انت واخد على عاطقك ان انا سازجة وان انا يعني انت ممكن تغير مني وتربيني هو ده مش هو ده السلوك الصحيح في الجواز وانا بقول الكلام ده عشان هو يسمعني بلاش الطريقة دي الطريقة دي مدمرة الستات مش متجاوزينهم عشان نربيهم دي طريقة مدمرة الامر التاني انت كمان لا يا جوز دك ان انت تحط فلوسك في البنك وده شكل من اشكال الكسب الحلال وما تسمعيش كلام الناس دي اما مسألة ان انت انت وجوزك هو عصبي جدا جدا وحد جدا جدا ده لي حلول اه لي حلول كتيرة منها الحوار منها ان انت تحسسي ان انت مقدراه منها ان هو كمان يحس منك ان ان انت شايفة وشايلة معاه الهم وكتفك بكتفه كل الكلام دوت بس في اطار ان الناس يكونوا قادرين يشوفوا بعض مش كل واحد في جزيرة معزولة عن التاني وعايز يشد البيت ناحيته ويسوق البيت حتى لو البيت دوت تيلبس في حيطه فاحنا لازم من الاول نتكلم ونعرف احنا عايزين ايه وعايزين بكرة جوازنا يبقى شكله ايه ولابد ان احنا نعرف ان احنا احنا احباب مش اعداء اذا ما عملناش كده يبقى احنا مش منطبق قوله وتعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها ويجعل بينكم مودة ورحمة خلوا فيش وقت مودة ورحمة وتعاملوا مع ازواجكم وتعاملوا مع زوجاتكم على انهم احبابكم مش اعداءكم بعد الفاصل نلتقي بكم عشان نكمل اسئلتكم مباركة رجعنا لحضراتكم ومعانا السيدة مؤادم ازاي حضرتك اعواليكم نعم وفضل الحمد لله ازاي حضرتك انا اسم نعم وفضل في الحقيقة اتفضل يا فن ازاي حضرتك بقول لحضرتك ايه انا دلوقتي انا منفصلة عن جزي ومش طراء هوا انا سيباه بقى لي كده يجيب 10 10 شهور او 9 شهور انت اللي سيبا انا انا سايبة جوزي انت اللي سيباه listening. انت اللي انت اللي عاملة لانفصل عطفي وسيباه اا لأ محوا عشان هو حضرتك كان كان بيفشلوم كان بينفعل علينا كان بتعثب على ابني وكان بتعثب على بنتي رحيش عنده امك وانا عايش بيتي مع عائلتي فبالله عليك اقعد عند والديتك عشان محفلش مشاكل عائلتي يطلعهم مش كويتين ولينا عندي ابني أصلاً يعني سنطالع لسان واقف من الضرب قدامه كلام ده كل فهو راح عاش عند والديك حصل دلوقتي مشكلة حياتك وهو تحبل أول واحدة كلمني هو أنا ما عليش يحقق علي وما تلد عليش هاتيني بس أكله هاتيني مش عارف أولا بني يقولك أنا نفسيتي مش جايباني أنا مثلا أكلمه بس أنا رحت وديت له أكل وديت له فلوس فهل ده حرام ولا حلال أنا مش عارفة أنا حياتي معي أصلا بقليزة ده خلينا أقولك حاجة يا أمو آدم خلينا أقولك حاجة أنت مش بتقولي هل ده حلال ولا حرام أجيب أنت بتقولي أنا موجوعة وحاسة أن أنا جاي بجي على نفسي كتير فهل ما جايتي على نفسي ده فعل ما جايتي على نفسي دي دي صح ولا غلط نعم لأ أنت مش جاي على نفسك ولا حاجة أنت بتستثمري في أولادك يعني اللي أنت عملتي بيعملوه إولاد الأصول اللي أنت عملتي ده قد يكون هو ده المفتاح اللي ربنا سبحانه وتعالى هيخليه عشان يفتح قلبه عشان يتغير هو واضح أنه هو للأسف عنده شوية حاجات لازم يتعلم أنه يتغير فيها أرجو أنه في فترة اللي هو موجود فيها وأن الهزة اللي حصلت له دي أنه يتخليه يرجع مرة تانية لعقله ولكن اللي أنت عملتيه مع هذا هيأثر في أولادك أكتر ما هيأثر فيه هو ولكن هو هيأثر فيه كمان لأنه هو أولادك لما يشوفوك وإنت بتقومي ده مع أبوهم هو هيزداده ثقة فيك وهيزداده أمانا معاك وهيزداده إحساسا بأنه أنت ممكن تبقي داعمة وده واتلهم محتاجين له دلوقتي لأنهم دلوقتي فقدين الدعم الأبوي فاللي أنت بتعمليه ده بيخلي عندهم سند فلذلك أنت ما تتديقش من اللي أنت عملتي ده بالعكس تثواب وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ويبدو أنه كمان أهله تخلوا عنه فأنت أمتي بالدور ده فالدور ده عيكون لك محمود وإن شاء الله له السواب العظيم فإذا هل الكلام ده هو الكلام اللي أنا بكلمك فيه هو ده اللي أنت عايزاه؟ آه فعشان كده بقولك كملي أكملي؟ آه كملي بقى أنا أنت لسه لسه ده زوجك فكملي آه آه أنا لسه أنا عارف أنا عارف ثلاث جبت من المشاكل يا شيخ أنا بقى ليت أبعطيش من ثلاث مشاكل كويس ومستحمله وبستغل وبسلط عليه كويس خلينا نقسمها مرحلتين يا أستاذة يا مؤادة المرحلة الأولى مرحلة لغاية ما يخرج من المكان اللي هو فيه ده آه المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة ما بعد خروج نقعد نقول له بس إحنا عندنا أسرة والأسرة دي لازم نقعد ونتكلم علشان والوضع ده تمش هيستمر ولو أنت عايز يستمر الوضع ده يبقى إحنا مش هنقدر نستمر على ده لأن أنا مش هقدر أشوف أولادي واحد يروح لسانه واحد يروح وجدانه واحد يروح عقله أنا مش هقدر أستمر على ده فتعالي نقعد ونتكلم وأنا في ظهرك كل ما تكون إنت عايز تتغير كل ما هتلاقيني في ظهرك أكتر كل ما تكون إنت عايز تخلي الأسرة دي أفضل وتخلي أولادك في أمان أنا معاك وإيدي بإيدك واضح؟ معنا الأستاذة سلمة أستاذة سلمة تفضلي إزاي حضرتك؟ الحمد لله بخير الحمد لله تفضلي لو سمعني فيك أنت عايزة أسأل إحنا نعملين صعباتك في سمار هي بـ 98.000 بس الحد دلوقتي هي لكت عليها خلص بمسددها لا معليش ممكن تعلي صوتك شوية لأن أنا مستمعك كويس كنا عندي أنت هادئة استثمار أيوة بنبلغ 2.000 نعم هم مبلغوا لـ 2.000 بس اللي مقصة مخلصنفش لفهم طيب ليس عليهم في البساء نطلع عليهم ذكا أم لا أفضل؟ شهادة الاستثمار دلوقتي خلاص بقت في ملكك كونك أنت بتسددي تمنها لكن هي بلغت النصاب خلاص بلغت النصاب أول ما يجي الريع منها إحنا بنخصم من الوعائز ذا كوي الأقصاد الحلة مش كل المبلغ بنخصم الأقصاد الحلة وعليه يبقى هي الشهادة بـ 92.000 يبقى عن طلع 10% من الريع لما يجي لكم الريع منها يبقى لما يجي الريع سواء كان الريع دي بيجي كل شهر أو كل تردتشور أو كل ستشور أول ما يجي الريع عن طلع 10% من الريع ده يا سيد احنا النهار ده كنا بنتكلم في حاجة مهمة أول في حاجة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حطها في مكانة عالية ومش بس كده ده حطها كده في عنوان كبير فيما يتعلق بالحياة في المدينة اللي هو عنوان العلم ولاحظوا أن احنا ماشيين كده في خطوات في كل مرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيخلينا ويربط لنا الانتصار بالابتكار تخيلوا الانتصار بالابتكار انتصار بدر الانتصار نفسه كان ابتكار ابتكار خطة عسكرية ثم بعد ذلك ابتكر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يبقى الأسرة عندنا باب من أبواب ابتكار معنى جديد في المجتمع وابتكار آلة جديدة في المجتمع تزيد تطوره وتزيد تماسكه وتزيد كمان طرقيه احنا لازم نعتبر ان التعليم ده هو الحصن الحقيقي للمجتمعات ونعرف ان التعليم ده مش بس بيحصن المجتمعات من الهجمات الخارجية لكن بيحصن المجتمعات من اي شروخ داخلية كل ما المجتمع بيكون اكثر تعلماً كل ما بيكون اكثر ترابطاً اكثر وعياً اكثر رخاءاً اكثر صفاءاً اكثر محبة وعشان كده يا رب اجعلنا من اهل العلم واجعلنا دايماً ممن يسيرونا خلف حضرة النبي في هذا في هذه المسيرة المنورة سيرة العلم وتعالوا الندى يا ربنا ونقول يا صاحب الستر الجميل أمني من غروري وألبس قلبي ثوب الجمال الذي تكسو به المقربين باليقين في لطفك الجميل يا ودود يا حنان يا الله يا سادة احنا مع حضرة النبي بنعيش دايماً في الجمال وتعالوا نقول لحضرة النبي وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي يا رب اجعلنا دايماً ندخل على حضرتك في إيد حضرة النبي حتى ننال أن ندخل بالجميل على الجميل يا جميل اجعل أخلاقنا جميلة واجعل حياتنا جميلة بنظرك يا جميل يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا رب العالمين